برحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل ويمكن في بداية الحلقة النهاردة اتكلمنا عن أفلام العيد والصناعة السينما بشكل عام ويمكن اتكلمنا عن أفلام شئ وفاصل من اللحظات اللذيذة وعالماشي واسود ملون أربع أفلام بتتنافس في موسم أفلام عيد الفطر المبارك الجمهور كمان بدأ أنه يتوافد على شبابيك التذاكر من بداية اليوم الأول للعيد وكان فيه إقبال كبير جدا على دور العرض بعد يومين يا بسنت من بداية انطلاقة موسم العيد الصدارة لحد دلوقتي لفيلم شئه بطولة الفنان عمر يوسف ومحمد ممدوح المركز التاني بيجي لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة علماشي في الترتيب التالت قراءة لموسم أفلام عيد الفطر المبارك هنعرفها دلوقتي معظفنا اللي منورنا ومشرفنا في ستوديو صباح الخير يا مصر الناقض الفني الأستاذ محمد قدري رئيس قسم الفن بجريدة الدستور بنقوله صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتكم وكل سنة وحضرتكم بالف خير وصحة وكل الشعب المصر بخير إن شاء الله أربع أفلام بتنفسه السنة دي في موسم العيد شايف ملامح المنافسة ازاي وأهم الأفلام دي بالفعل موسم عيد الفطر طبعا مواسم عيد الفطر وعيد الأطحى هي المواسم الرئاسية للسينما زي ما بنقول أن رمضان هو الموسم الرئيسي للدراما تلفزيوني إحنا عندنا الموسم ده أربع أفلام شئه ويصنف إنه أكشن كوميدي عمر يوسف ومحمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خلي فده كاست هيلجد الفيلم الثاني هو فيلم كوميدي فانتيز فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة هشام ماجد وهناس زاهد ومحمد صروت والطفل لجان رامز وطبعا ده فيلم كوميدي بحت الفيلم التلاتة على ماشي على الربيع طبعا الكوميديا المعروفة بتاعته وفيلم أسود ملون رانا رئيس وبينوه في إبن الأربع أفلام بدأت يوم الوقفة مساء فإحنا بنتكلم في يومين ونص نقدر نقول السينما المصرية بتنتعش إرادات هيلة جدا نقدر نقول 34 مليون جنيه خلال يومين وحفلتين في يوم الوقفة فدي إرادات هيلة جدا بتعتبر دفعة كويسة جدا لصناعة السينما المصرية فبالتالي بتكون مشجع الباقي المنتجين إنهم يتواجدوا بشكل مستمر وبشكل فعال وبأفلام ضخمة وأفلام أكتر طيب خلينا نتكلم بداية نمسك كده فيلم فيلم منهم ونكلم تحليليا عنه لو كنتنا عن فيلم شئه شايفين كوكبة كبيرة من النجوم محمد ممدوح عمري يوسف دينا الشربيني أمينة خليل وطبعا صغور خاص للفنانة الكبيرة نجمة يسرى الكيميا اللي احنا بنشوفها دايما ما بين عمري يوسف ودينا الشربيني وأمينة خليل ومحمد ممدوح لأنه بنشوف دايما دايما محمد ممدوح وأمينة خليل ودايما هي بتطلع تقول أنا أحب أشتغل مع محمد ممدوح ومجد الكدوين يا دايما دايما تطلع تقول كده ودينا الشربيني يمكن شفناها قبل كده في عمل مع عمري يوسف الكيميا الحلوة اللي ما بينهم دي مخلية الاستمرار الرطيف ما بينهم في أفلام ومسلسلات وبتنجح يعني احكي لنا عن التوليفة دي في فيلم شئه خلينا نقول إن التوليفة دي موجودة من فترة من 8 سنوات 2016 تحديدا كان فيه فيلم كدبت كل يوم عمري يوسف محمد ممدوح وأمينة خليل الفيلم ده حقا نجاح كبير جدا كان رومانسي كوميدي اتقررت التجربة كتير بعد كده كان آخرها لو شفنا فيلم وش في وش كان من أنجح أفلام السينما مصرية السنة ده كان قريب قوي 2013 محمد ممدوح وأمينة خليل فيلم كان كوميدي اجتماعي هيل جدا عمري يوسف بيكرر برضو التعاون دينا الشربيني موجودة في نفس التوليفة برضو فبالتالي هم بيطلعوا كلهم في كل حتى الانترفيز بتاعتهم بيتكلموا إن احنا بنرتاح لبعض بنعرف نشتغل مع بعض وده بيظهر على الشاشة حقيقي الفيلم اللي شافه لا فيه فيه كمية هيلة جدا وهنلاقي فيه اللاينات المختلفة أمينة خليل محمد ممدوح فاهمين بعض قوي دينا الشربيني عمري أمينة خليل عاملة دور تقريبا رقاصة رقاصة وعلى فكرة ده دور جاري جدا وده برها تماما جدا جدا تحدي لي جدا لو حللنا الشخصيات عمر يوسف ومحمد ممدوح هم صاحب قوي وكلمة شئه جاية من فكرة الشقيق شئيق محمد ممدوح بيقول لعمر يوسف يا شئ يا شئ اسماعيل فبالتالي جابوا الاسم من هنا الاتنين بيكونوا صابوا بيعملوا بعد كده حاجات معينة يعني مش هنحرق الفيلم النجمة يسرى هي مش ظهور بس لا هي بطلة من أبطال الفيلم وده يحسب ليسرى مش أي حد يوافق انه يطلع مع اثنين نجوم أو أربع نجوم على فكرة يعني ان نقدر نقول الفيلم خمس نجوم أبطال فيسرى من النجوم الكبار واللي شالت أفلام كبيرة جدا سأفكرة عما معظمهم بس انتروا مع يسرى الأول يعني أمينة خليل بداياتها كانت مع يسرى طبعا ودينا لا مش متأكد من دينا بس أمينة خليل أكيد يعني فجرأة واحترام للنجوم التانية ان يسرى تطلع ودورها على فكرة جارئ جدا الدكتورة يعني الناس اللي هتشوفه هتعجب بيه جدا محمد ممضوح كومبيلت كوميديا مع الأكشن في الفيلم فالناس هتحبه عمرو يوسف أنا بشيد به في حاجة الفيلم فيه أكشن كتير جدا فيه أكتر من معركة وفيه أسطح مرات وفيه مباني وفيه وفيه عمرو يوسف عملها بنفسه عمرو يوسف عمل الأكشن بنفسه وكان متعلق في الوارد فكان فيه أكشن فيه جرة أكشن في الفيلم كبيرة جدا تناسب عيد الفطر دايما بنحب الأكشن في العيد ودايما جمهور العدية بيحب الأكشن في العيد بنحب الأكشن في العيد وبنموت في الكوميديا في العيد دايما الكوميديا ها المنطقة الأهم والمساحة الأهم في أفلام العيد نروح من شقه لفاصل من اللحظات اللذيذة أنا معجب جدا باسم الفيلم فيلم لطيف ويشد الودن ويشد العين كمان فاصل من لحظات اللذيذة لهشام ماجد هانا الزاهد وتجربة جديدة ومختلفة وكوميديا كمان مختلفة بشكل كبير المركز التاني بعد شئه شايف ده ازاي وجرعة الكوميديا اللي بيقدمها فاصل من لحظات اللذيذة هو زي ما تكلمنا عن تصنفات أفلام اليد الأكشن طبعا بيجي في الصدارة فبيجيب أعلى إرداد الفيلم التاني فاصل من لحظات اللذيذة هو فعلا لذيذ ده أنا بقول من دلوقتي يصلح لكل أفراد الأسرة هو لكل أفراد الأسرة الفيلم فيه جرعة كوميديا كبيرة جدا الفيلم مدته 120 ديئة هو عشان ماجد بقاله فترة كده متقلق بطريقة جدا أشغال شقة يعني عمل بجد هو قبل كله عمل حاجات كتير جدا سواء دراما تلفزيونية أو سينما فهو كل سنة بيعمل حاجة مترقعة ودائما أفكاره مترقعة المفاجأة بقى هنزيحة طبعا بتحمل أفلام كوميديا ومسلسلات الفترة فاتت لكن دورها في المسلسل ده عالي جدا في الفيلم ده عالي جدا دورها الكوميديا هنا طبيعية أوي يعني الناس اللي بتشوفها هنا زهد هتشوف الكوميديا طبيعية جدا هتشوف فيه كميا بينها وبين هشام بطريقة غريبة جدا كمان الطفل جان رامز بعد نجاحه في المعلم في رمضان مع مصطفى شعبان الطفل ده لذيذ وهيكون من نجوم المستقبل طفل طبيعي جدا هو كمان هو تقريبا كان في فيلم مع أمير كرارة البعبع صحة البعبع كان ابنه وكان برضو نفس اللماضة بتاعت الطفل دي بس بشقاوة شوية فالفيلم هنا بيقدم فكرة الأكوان الموازية أو الأكوان المتعددة ففكرة إن إحنا ندخل في بوابة زمن وندخل في زمن تاني اتعالج دي تيمة موجودة مش قصة منحوطة ولا حاجة لا هي تيمة موجودة بس إزاي نعالجها لا هنا الفيلم معالجها بشكل كويس جدا هنلاقي فيه زمنين في الفيلم الزمن الطبيعي بتاعنا المهندس الفاشل لما يروح في الزمن الموازي هنشوف حاجتين مختلفين جدا لكن هايلين جدا ده حاجة أنا أسألك كمان بفكرة الورق الكتابة لأنه إحنا بقنا فترة كمان بنشتكي من حكاية إن عندنا أزمة في ورق محترم في الكوميديا تحديدا تمام وبنشوف أفلام كوميديا للأسف شديد إفهات متكررة بتعتمدش على الكوميديا الموقف اللي هي الكوميديا اللي بتخش على طول القلب إحنا عندنا طفرة كمان في كتاب الكوميديا الورق المكتوب شايف إزاي مش بس كلامنا دايما يكون على النجوم صف الأول لكن المؤلف أو الكاتب النص والسيناريو ده حقيقي إحنا لو بصنا على أفلام العيد لو بصنا على الكوميديا فاصل من لحظات الأزيزة لما نشوف جورج العزمي وشرف نجيب ها هم الاتنين مع بعض في الكتاب السيناريو من الكتاب الهيليين جدا عملوا حاجات نجحة كتير واشتغلوا مع حشام قبل كده كتابتهم طبعيا بيبنوا شخصيات مبنية على الكصة وبناء علي المواقف بتطلع كوميديا مش إفي على السوشيال ميديا لأن احنا عانينا الفترة اللي فاتت من أفلام الإفهات المجمعة على السوشيال ميديا واشهقنا منها عبد نحس ببلل كمان بظبط انت بتقراها مرة دي حكت خلاص لكن أشوفها في مشهد تمثيلي ما بيبقاش مستصار لكن لا دول كتاب هايلين جدا في نفس التوقيت برضو فيلم على المشي عليه ربيع مين الكتاب؟ أحمد عبدالوهاب وكريم كيمز أو كريم سامي أحمد عبدالوهاب مين؟ أحمد عبدالوهاب ده اللي كان عمل دور يحيا في مسلسل الحششين آه بجد هو أصلا كاتب؟ هو أصلا مؤلف هو طلع عرفنا مؤلف وعمل حاجات كتير جدا ونجح مؤخرا كممثل فهو يعني موهوب متعدد هو قسر الدنيا في دور يحيا جدا ده طبعا زي المسلسل كله لكن هو كمان كشاب لسا بس اعرفه لا هو أحمد أصلا مؤلف وهو وكريم بيكتبه مع بعض دايما يعني اليوم بيكتبه مع بعض زي شريف وجورج بيكتبه عرضه مع بعض فالكوميديا بتاعتهم هايلة خليني يقف معك عند الفيلم ده علي ربيع عمتا بقاله فترة كبيرة قوي يعني السنين بقاله متصدر أو مش متصدر يعني بيعمل سنويا بيعمل فيلم تقريبا بطولة كمان يعني لكن برضو مش متصدر شباك التذاكر ايه اللي علي ربيع لسه محتاجه عشان يبقى أفلامه تتصدر شباك التذاكر مع العلم ان هو ليه جمهور وناس كتير بتحبه انا مش عايزة اكون قاسي على علي ربيع علي ربيع عرفناه في الفريق المسرح طبعا المعروف مسرح مصر لكن هو وقف عند المرحلة دي هو وقف عند مرحلة كوميديا مسرح مصر الكوميديا السريعة اللي هي السوشيال ميديا والصوت العالي أو كده لكن هو محتاج يطور نفسه وعنده موهبة طبعا قطعا قطعا عنده موهبة كوميدي كوميدي لكن هو يحاول انه يطور نفسه الفترة الجاية يحاول انه يبني فيلم مبني وبناء عليه يدخل في الدور مش يبني فيلم بناء على شخصيته علي ربيع لجمهور جمهور الاطفال بيحب على ربيع جدا لحد دلوقتي فبالتالي كل فيلم بيعمله اخره بعد الشر السنة اللي فاتت حق ارادات نقدر نقول متوسطة مش ضعيفة ومش عالية جدا لكن وفقا لتكلفة الافلام بتاعته هي جيدة جدا فبالتالي هو موجود ومتصدر الفئة دي من الافلام نروح بقى لاخر فيلم الفيلم الرابع اسود ملون اسود ملون بيومي فؤاد بيومي فؤاد طبعا عنده مكانة كده كبيرة عند الناس بالرغم من اللي حصل الفترة اللي فاتت اللي هزت شوية يعني نقدر نقول صورته عند الجمهور شايف الفيلم ده ازاي؟ اسود ملون الكاست الخاص بي أو فريق العمل رانا رئيس الشباب رانا رئيس هي تصبر هي البطلة عم معنا محمد فريق العمل مع مجموعة من الشباب هل هيكون قادر على منافسة الافلام التانية اللي فيها طبعا نجوم كبار؟ نقدر نقول ان الفيلم ده ظروفه كويسة انه تعرض في الموسم فيه اربع افلام فقط احيانا كنا بنعرض ست افلام وسبع افلام في الموسم الواحد الفيلم اول يومين هو عائد بالنسبة للفيلم وصناعته وابطاله كويسة جدا يعني انا شايف كويسة جدا رانا رئيس تعتبر متصدرة للبطولة فاحنا بنرجع لفكرة التجربة الفيلم فيه فكرة كويسة الفيلم فيه حاجة كويسة ففكرة سينما التجارب دي موجودة نرجع برضو لتجربة حصلت في بداية السنة اللي هو فيلم الحريفة الفيلم الحريفة اول ما اتعرض البرومو الناس قالت نور النبوي مع نجم صاعد وكل حاجة لكن مش نجم شباك مفيش لسه نجم شباك الفيلم عمل ايه لحد النهار دا الفيلم عمل 75 مليون جديد موجود بالزبط احنا موجود معانا من موسم رس سنة 3 افلام يتصدرهم الحريفة ايه السر بالن احنا بقينا نشوف دلوقتي شباب لسه يعني احنا دايما نقول ايه او الاجيال قبل كده كانوا دايما عشان نجم يطلع والنجوم اللي هما تعبوا وصفوا الطراب يعني زي ما بيقولوا عشان يطلعوا نجوم دلوقتي كان دايما في حد او نجم كبير بيسندهم لفترة كبيرة لغاية ما يبقوا نجوم شباك هل السوشال ميديا لانه معظم الفنانين دول على فكرة ستارز على تيك توك مثلا هل السوشال ميديا ساعدت ان هما يبقى ليهم جمهور حاضر ان هما يعملوا افلام ويتصدروا بطولات دلوقتي ده جزء لو بصنا على الفيلم الحريفة لا فيلم مصنوع بعناية كان الانتاج والصناعة وكتبت الفيلم ابرز حاجة في الفيلم قابل النجوم لانه ما فيش نجوم كبار لكن الفيلم الفيلم اول تلت ايام نازل كان بينافس افلام ضخمة جدا ما كانش عامل المرضود الواسع اول ما الناس بدأت تشوف الفيلم والفيدباكس بدأت تتكتب لا الفيلم سبق كل المنافسين اقدر اقول اسماء اقدر اقول انه سبق محمد امام احمد العوضي الناس الكبيرة دي فالفيلم موجود دلوقتي موجود حوالي 15 قاعة وده انجاز لفيلم شبابي موجود من رأس السنة فاحنا بنشجع التجارب كويسة التجارب الشابة لو فيها حرفية صنع وهنا طبعا طريق الجنيني بنشيط به لانه هو صاحب الفيلم طريق الجنيني دايما عنده رؤية في ان انا اطلع النجوم هو النهاردة مطلع لنا النجوم من مسلسل المشهور بتاعه حال خاصة طبعا لحظة غضب وكتير كتير من المسلسلات هو صنعي نقدر نقول صنعي تجارب قبل كده سابقا هو بيقدر يعمل التجربة وبناء عليه جيب الأبطال المناسبة لها بصرف النظر عن الشهرة هو بيعمل النجوم فنقدر نشجع تجارب المقياس بتاعنا يا استاذ محمد دايما نجي نقيم كده أفلام العيد أو أي موسم عيد الأطحى أي موسم رأس السنة هو شباك التذاكر سؤال دايما بسأله الرقم فيلم ده جاب كام فبالتالي أحطه في الترتيب رقم واحدة أو اثنين ولا بيبقى فيه مقاييس تانية بعد انتهاء الموسم ممكن فيلم يتظلم وبعد كده مع إعادة المشاهدة مرة تانية مع المتابعة ليه يبقى فيلم كويس دايما طول الوقت ليه شباك التذاكر هو السيف اللي بيصلط على زي بقولوا كده رقاب المنتجين وموسلينه كله عشان هي صنعة والصنعة بتعتمد على الأموال أنا كلفت فيلم مبلغ معين ده أولا ممكن بيقاش كويس بيقاش فيلم حالو جدا طبعا في أفلام بيقى فيها خلطة العيد بمعنى أصحة مش أفضل حاجة فيها أكشن كويس لكن التمثيل نفسه أو القصة نفسها فيها مشكلة بيقى فيها هادفات كتير جدا ما يكونش أفضل فيلم لكن الشو بتاعه خلى الفيلم ده في أعلامك التسويق ليه كمان طبعا في أفلام بيسوى لكن نقدر نقول فيه استثناءات احنا عندنا نجوم العرب نجوم مصر من المسيطرين على السينما العربية كلها كريمة بعزيز أحمد عز نجوم ما بيقدرش ينفسهم أي حد أي فيلم بينزل للنجمين دول بيحقق على الإرادات خاصة أنهم بيعرفوا يختاروا بيعرفوا يقدموا ومش موجودين في كل موسم وذي أهم حاجة بالزبط ونجوم محبوبة في مصر ووطن العربي وبقدروا يقدموا حاجة فبالتالي شركة الإنتاج بتوقف بلي عليهم بتصرف على العمل فبيطلع أحسن حاجة عشان كده هنلاقي الاتنين دون متصدرين وهما ما انتخطوا حاجز المئة مليون جنيه شكرا جدا على القراءة السريعة الجميلة دي لأفلام العيد لنقد الفني والكاتب الأستاذ محمد قدري رئيس قسم الفني بجانات الدستور نورتنا شكرا رحمتكم